اشتركوا في القناة قصة توضح لك متى استخدم المصائد وما الفائدة منها الفيديو الرابع إن شاء الله والخامس والسادس راح يتكلم عن تصنيفات المصائد بالتفصيل مقارنات بينهم وهو ثلاث فيديوهات هذه تعتبر من أهم الفيديوهات علشان تعرف كيف المصائد تصنف وكيف حتى بعدين في المستقبل تختار منها الفيديو السابع إن شاء الله راح يتكلم عن أهم مكونات المصائد ما هي المكونات الأساسية التي لابد من وجودها في أي مصيدة الفيديو الثامن راح يتكلم عن استراتيجيات تنفيذ المصائد يعني عندما تريد أن تنفذ مصيدة أو في هناك استراتيجيات معينة لابد أن تتخذها الفيديو التاسع راح يتكلم عن استراتيجيات نشر مصائد بعد أن اخترت المصيدة ونوعها وحبيت أنك تبدأ تفعل المصيدة هذه لابد أنك تتبع بعض الاستراتيجيات المهمة الفيديو العاشر إن شاء الله راح يتكلم عن أشهر الأدوات وحلول المصائد طبعا راح نتكلم عن تولز وأدوات مشهورة في مجال الهنيبوت وفي الفيديو الحادي عشر إن شاء الله والثاني عشر والثلاث عشر راح يكون تطبيق عملي على موضوع الهنيبوت راح نتكلم عن برنامجين الهنيبوت والكيف سينسور وفي الفيديو الثالث عشر راح نتكلم عن كيف نبني مصيدتنا الخاصة باستخدام أدوات جاهزة أو أدوات المفتوحة المصدر في الفيديو الرابع عشر إن شاء الله راح نتكلم عن المصائد والألم العام ماذا ستضيف المصائد لك من ناحية الأمان وفي الفيديو الخامس عشر راح نتكلم عن القصور في المصائد أي شيء لازم يكون له قصور أو limitation معينة راح نشوف وشيء limitation الخاصة بالهنيبوت في الأخير إن شاء الله في فيديو السادس عشر راح نتكلم عن خاتمة ونحاول نلخص الموضوع كاملا أتمنى إن شاء الله أن السلسلة تنال على استحسانكم ولا تنسونا من الدعاء